اشتركوا في القناة وانطلقت المواجهة بضغط كبير للكاتيبة المغربية التي تمكنت من التفوق في البداية بأربعة صفر لتتوصل السيطرة لحين انتهاء المواجهة بواقع 26 مقابل 22 وبذلك تصدر المنتخب المغربي المجموعة لينتزع من المنتخب الجزائري الزعامة التي كان يحتلها قبل المواجهة وسيتوجه المنتخب المغربي لمباريات تحديد المستوى ما بين 17 والعشرين في حين ستشارك الجزائر في مباريات تحديد المراكز ما بين 21 والرامع والعشرين نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء